السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعساء مرحبا بكم معي في هذه الحصة التي سنخصصها لدراسة الجزء الثالث من النص المسترسل الرسامة الصغيرة والقمر إذن نبدأ أولا بقراءة الجزء الثالث بعدها نمر للإجابة عن الأسئلة وفي مساء اليوم التالي جلست الرسامة ترسم نظرت من النافذة فأبصرت القمر بدرا مبتملا فخفق قلبها وقالت يمكنني الآن أن أصل إليك أحضرت ورقة نثرت الألوان ورسمت القرة الأرضية في الأسفل ولونتها بالأزرق ورسمت قمرا في الضي في الأعلى ونثرت النجوم الزرقاء بينهما ورسمت سفينة فضاء خضراء كبيرة ولونت بالأحمر لهبا يخرج من ذيلها ورسمت أذرعا خارجة منها تشبه الهوائية وفي داخلها رائدة فضاء تشبهها ولونت خوذتها بالأزرق ثم ضللت فضاء اللوحة باللون الأسود الخفيف وقالت في نفسها غدا سأصل إلى القمر وذهبت لتنام وفي الصباح عندما شاهدت الأم اللوحة قالت أهنئك على الوصول إلى القمر وشرعت تضحكان إذن هذا هو الجزء الثالث من نص المسترسل إذن لا زالت الرصامة ملحة على الوصول إلى القمر إذن فهنا في هذه اللوحة رسمت لوحة جديدة ورسمت وسيلة أخرى يعني تمكنها من الوصول إلى القمر إذن الرصامة الصغيرة في هذا النص أطلقت العنانة لمخيلتها فأبدعت في عدة لوحات تجسد من خلالها أو تعبر من خلالها عن إعجابها وحبها للقمر ورغبتها في الوصول إليه بأي طريقة وبأي وسيلة إذن وجسدت ذلك من خلال اللوحة الأولى التي رسمت فيها السلم اللوحة الثانية التي رسمت فيها الطائرة واللوحة الثالثة التي رسمت فيها سفينة فضاء خضراء إذن نمر إلى الأسئلة أكمل خريطة الكلمة مكتمل مكتمل مع نوعها اسم مرادفها مكتمل أي تام 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 هي ناقص ناقص في جملة الفريق مكتمل الفريق مكتمل نمر لأفهم أحلل أبين لماذا خفق قلب الطفلة إذن سنعود للنص إذن لماذا خفق قلب الطفلة إذن أقرأ وفي مساء اليوم التالي جلست الرصامة ترسم نظرت من النافذة فأبصرت القمر بدرا مكتملا خفق قلبها خفق قلبها إذن لماذا خفق قلبها أو متى خفق قلبها خفق قلبها عندما أبصرت القمر بدرا مكتملا إذن من شدة فرحها ومن شدة يعني سعادتها خفق قلبها عندما رأتي أو عندما رأتي القمر بدرا مكتملا إذن هذا هو السبب إذن بعدها نحدد هنا الجواب فأبصرت القمر مكتملا فخفق قلبها إذن هذا هو الجواب أبصرت القمر مكتملا خفق قلب الطفلة لأنها أبصرت القمر بدرا مكتملا نمر السؤال الثاني أتم باللون المناسب لونت الطفلة سفينة الفضاء بأي لون لونت سفينة الفضاء إذن غادة نقرأ هنا في النص ورسمت سفينة فضاء خضراء كبيرة إذن اللون للونت به السفينة الفضاء هو اللون الأخضر سفينة فضاء خضراء إذن سفينة فضاء خضراء يعني لونتها باللون الأخضر ولونت بالأحمر لهبا يخرج من ديلها إذن لونت بالأحمر لهبا وفضأ اللوحة بأي لون لونته ثم ضللت ثم ضللت فضاء اللوحة باللون الأسود الخفيف إذن لونت فضاء اللوحة باللون الأسود الخفيف فهمنا؟ فضاء اللوحة باللون الأسود الخفيف إذن هي هذه الألوان التي استعملت في اللوحة إذن سنكسب سفينة الفضاء بأي لون؟ بالأخضار اللهبا بي بالأحمر وفضاء اللوحة بالأسود الخفيف بالأسود الخفيف أقترح عنوانا لهذا الجزء إذن هناك عدة عنوين يمكن اقتراحها أو عنوان أول مثلا الرصامة المبدعة أو الطفلة المبدعة مثلا الطفلة المبدعة إذن هذا اقتراح اقتراح ثاني ممكن أن نقول حلم تفلة حلم تفلة ما هو حلمها؟ هو الوصول إلى القمر حلم تفلة ماذا أيضا؟ سوف نديرو مثلا وصول إلى القمر وصول إلى القمر إذن هذه عدة عنوين ممكن كتابتها وصول إلى القمر أو إبداع رسامة إبداع رسامة إذن كل واحد يأخذ عنوان من هذا العنوين إبداع رسامة إلى آخره إذن الطفلة المبدعة حلم طفلة وصول إلى القمر إبداع رسامة ويكلكم أيضا تقترحوا عنوين أخرى من اختياركم وبهذا نكون قد أنهينا دراسة الجزء الثالث من النص المسترسل الرسامة الصغيرة والقمر إذن إلى اللقاء في حصة مقبلة بحول الله